هتقول لي يعني إيه الغباء المكتسب مع واحد بيتولد غبي واحد بيتولد زاكي واحد نص نص لا في واحد بيتولد طبيعي واحد بيتولد زاكي قوي جين وكده بقى هرمونات وكده لكن في واحد ما شاء الله طبيعي وكويس وبيفهم يقوم إيه بقى يحسن من نفسه ويجود من ممتلكاته ويعلي من مؤهلاته فيكتسب صفة الغباء تدريجيا عرفين بيروح كده يلعب تنس أو يلعب كورة قدم في يوم ورا يوم بيتعلم أكتر 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 غد ما بلعب مهم إحنا عندنا كفاءة في اكتسب الغباء يعني في مكان عملنا مثلا نبقى عندنا شوية زكاء وعزين نغير ونجود فالله إسماعيل بيقول لك يا عم ما تفتل الأول بعد أنت تشتغل وتلاتتني يقول لك ما تيجي يا عم نصلي وبعدين بيحلها ربنا يجي تأتي يقول لك وانت يفسع تغسل إيدك ما تبسحة فرقة جرنان كده وخلاص يجي تأتي يقول لك بقول لك إيه انت عطاها الغدتني ونص هي 12 وخمسة تتكي على الله وتدي للصراف مئة جنيه من القبض بتاعك يوم دي مكانك انت تأتي تلاقي نفسك بتروح شغلك سبعة ونص ومنتشي كده وعايز ترتب المكتب وتشوف الزباين عايزة إيه وتختب من ورا يقول لك سبعة ونص كيب بوز المسلحة المسلحة كلها هتقليدك بعد كده سبعة ونص انت تدي الوات بتاع الخازنة 200 جنيه يمديلك الصبح وانت تعالى براحتك او ما تجيش ما تلاش خالي احنا انغتيك 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 في يوم ورا يوم ورا يوم سيعة ده بعد ما كان شخص جميل وإيجابي ومفيد للمجتمع وعايز يدي في شغلانته بيكتسب الغباء يوم ورا يوم لغاية ما يبقى بجدارة ويتفوق على كل اللي ما عافل المصلحة ويبقى الغب ينمروح